قال التجمع اليمني للإصلاح إن ثورة الحادي عشر من فبراير المجيدة التي انخرط فيها اليمنيون بمختلف توجهات من سياسية والاجتماعية جاءت تعبيرا عن تطلعات الشعب اليمني العظيم في الخروج بالبلاد إلى فضاءات أوسع للحرية والكرامة والحقوق والحكم الرشيد وأوضح الإصلاح في بيان بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة الحادي عشر من فبراير إن الثورة لم تكن ترفا بل نتيجة طبيعية لما وصلت إليه البلاد من حالة انسداد كامل في الآفاق السياسية وتدهور متسارع للبنى الاقتصادية وتآكل واضح للدولة وتركز كبير للسلطة والثروة لصالح أقليات عصبوية نفعية على حساب الشعب الذي أنهكه الفقر واستعصت عليه كل وسائل الإصلاح وشار البيان إلى أن جماهير الشعب اليمني بذلت جهدها للابتعاد عن العنف ورفض استخدامه في ساحة الصراع السياسي أيًا كانت المبررات والدوافع إلا أن حلف الانقلاب أصر على خيار الحرب وفرضه على الجميع في مشهد ارتداد ونكوص مخزن على كل ما تم الاتفاق عليه وعلى مقررات المبادرة الخليجية التي رعتها دول الخليج بقيادة المملكة العربية السعودية والتي جاءت في سياق الحرص على اليمن من الانزلاق للعنف والصراع المسلح وتحولت إلى مرجعية للعمل السياسي حتى اللحظة وأكد بيان الإصلاح أن السياسة كانت خيار الأغلبية فيما كانت الحرب التي نعيش مأساتها خياراً خياراً الذين ما زالوا مصرين عليها رغم ما أنتجه خيارهم من إزهاق للأرواح وتدمير للاقتصاد وجعل اليمن في رأس قائمة البلدان التي تنتشر فيها المجاعة والقتل وغياب الدولة ويتعرض مواطنوها لكل صنوف التعذيب بعدما تم مصادرة كافة حقوقه الأساسية ونوه البيان إلى أن ميليشي الحوثي ما زالت مصر على الاستقواء بالسلاح وترفض كل الحلول السلمية التي تقدم لها إلى ذلك قال التجمع اليمن للإصلاح إن اليمنيين اليوم مطالبون باستكمال مشروعهم الوطني الكبير الذي يدفن إرث الاستبداد الإمامي إلى الأبد ويبني الدولة الاتحادية الصلة التي تستعيد الحقوق وترد المظالم وتفتح الطريق إلى مستقبل واعد لجميع فئة الشعب دون اصطفاء أو اختيار أو أفضلية لعرق أو سلالة أو مذهب أو منطقة وأكد الإصلاح بمناسبة العيد الثامن لثورة فبراير على أهدافها الوطنية الكبرى والتي كان على رأسها بناء الدولة وتثبيت مبادئ الجمهورية التي تتهددها عدة مخاطر أهمها عودة الحكم السلالي الإمامي المتدثر بالكهنوت وغياب قيم المواطنة والعدالة والفرص المتساوية وبروز خطر الإرهاب والجماعة المسلحة والتي وجدت بيئة قصبة لنموها بسبب عوامل التصدع التي سببتها المصالح الخاصة والأحقاد الشخصية لتلقي بالبلاد في مهب العواصف وقال بيان الإصلاح تحل ذكرى الثورة في عامها الثامن وشبابها ورجالها مرابطون في ميادين العزة والكرامة لإنهاء الانقلاب الذي كان موجها ضدها وضد قيمها العظيمة والمئات منهم شهداء وجرحى في معركة استعادة الدولة والآلاف بين مختطفين في سجون الميليشيات الحوثية الإمامية ومخفيين قسرا لا تلين عزائمهم ومعهم أشقاؤنا في التحالف العربي الذين لبوا نداء الأخوة والجوار والعروبة وحي الإصلاح الرجال في كل الجبهة الذين ينجزون لليمن أفعالا شامخا كشموخ جبالنا العالية ويسطرون من دمهم الغالي ملاحمة تحرير للوعي والأرض في معركة ممتدة تشمل كامل الوطن ونخص هنا أبناء حجور الشجعان الذين ما وهنوا ولا خضعوا لهذه العصابة ونطالب بنجدتهم بشكل عاجل ودع الإصلاح إلى جعل هذه المناسبة محطة لاستلهام أهداف ثورة فبراير وتضحيات شبابها الأبرار ومحطة انطلاق لمواجهة إرث الاستبداد الإمامي بصفته الجذر الذي تتناسل منه مشكلات اليمن وأزماتها والحيلول دون استخدام اليمن كساحة انطلاق للإضرار بدول الجوار وبالمحيط العربي بشكل عام وهما يحتم علينا كقوى وطنية أن نرص صفوفنا في جبهة وطنية متماسكة لكل الحالمين بالحرية والتواقين إلى دولة اليمن الكبير الذي يليق بتاريخه وحضارته